ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 تم الشروع في عقد لقاءات تنصيقية بين السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني وأضاف في تصريح صحفي وفي هذا الصدد وأخدا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة نظرا للوضعية الوبائية ببلادنا فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء مع مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب